دعنا نحكي على بعض أنواع جمال الطباعة اللي تشتغل عندنا بالكونسول اللي راح نستعملها بالأجزاء الباقية حتى نضبط لغة السي شارب أول نوع من أنواع الطباعة اللي هي console.write console.write نفتح قوس double quotation ونكتب الكلمة مالتنا نتكرر الجملة راح يطلق hello hello نحن نريد كل سطر جملة طباعة راح نجي هذا الجملة الثانية اللي هي write line أوكي دعنا نشوف شي يصير أوكي نشغل البرنامج كل جملة الطباعة على سطر أوكي عرفنا write و write line أوكي دعنا نأخذ إعاز بسيط أوكي console.write أوكي نكتب أول جملة hello الجملة الثانية أريدها بالسطر الثاني أوكي بس بنفس الإعاز نكتب bug slash n نكتبها له الثانية أوكي ننفذ البرنامج و نشوف أوكي كل كلمة هلو صارت على line ليش؟ يعني bug slash n معنى new line أوكي خلي نرجع و ناخذ شي راح نحتاجه اللي هو bug slash t ننفذ و نشوف الباق slash t هي المسافة اللي تشوفوها أوكي اللي مسافة عادة نأخذها بالكيل tab أوكي بالزر tab نأخذها ننفذها بالباق slash t أوكي نعم الضكو التطور